قبل أن نبدأ بالمقطع يا حبايب سأضع لكم رابط قناة بالوصف رابط قناة سنتفيك سبق وقلت لكم اشتركوا عادها ولكن لاسف ما هو يراحه فأتمنى هالمرة تروح وتوصلوها 10.000 مشترك والصلاحة القناة تقدم محتوى جدا خرافة جميل ونكمل المقطع الخبر الأول الذي عندنا عن حسن حمو ونورمار والمشكلة التي حدثت بينهم طبعا بالبداية الذي لا يعرف منه هو حسن حمو فهو يوتيوبر عنده تقريبا 40.000 مشترك والذي شاف المقطع الذي نزل نورمار قبل أسبوع فهذا المقطع كله كان عبارة عن إعلان الحسن حمو والقناة يعني وطبعا حسن كان دافع النورمار 2500 دولار وحسن استفاد من هذا الإعلان أول شي ربح تقريبا 500.000 مشاهدة جديدة للقناة بالكل وثاني شي استفاده هو عدد مشتركين هواية تقريبا 30.000 مشترك جديد وبعد كل هذه الاستفادات من المشتركين والمشاهدات حسن ينزل المقطع يقول بي أنه نورمار نصب عليه والإعلان ما كان زين أنت تكلم قد والحجاج اللي استخدمها هو أنه ليش نورمار ما قال للمتابعين أنه يروحون يشتركون بقناته مجرد قال أنه يروحوا وشوفوا المقطع أو الجزء الثاني عنده وثاني شي نعصدهم وكانوا متفقين على إعلان ثاني ولكن هذا الإعلان يسوي لها نورمار بحساب الإنستغرام ولكن حسب ما افتهمت أنه هذا الإعلان كان هدية من محمد مار قدم الهياء وما ذلك سووه الهياء ولكن هو ما عجب النوع الإعلان أو ما عجب الإعلان وطبعا للمعلومة بس أنه باليوتيوب نفسه أكو شي اسمه ميزة الإعلانات يعني تقرسوا الإعلان عند اليوتيوب وبهذه الميزة يا حباي بلو تحط 2500 دولار فاليوتيوب راح يقول لك أنه يضمن لك 500 ألف مشاهدة ولكنه يضمن لك أنه مشاهدين يشوفون بس 30 ثاني من المقطع في يعني النورمار لما سواء للإعلان تقريبا جاب نفس النسبة بالضبط ولكن إضافة لزودة اشتراكاته هواية وكيد ساعات مشاهدة هواية للمقطع كان طويل وغير كل هذا أنه أساسا النورمار كان نويا بالمقطع وحالي يا حباي بعد ما شفت الموضوع وفتهمته بالكامل أنا ما راح أحكم بالموضوع لح خليل حكم لكم يكتبونا بالتعليقات من الصح ومن الغلط اللي كان بينتهم الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر واللي هو بيسان وأنس الشايب فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تحمس بيه المتابعين للمقطع اللي حينزل اليوم ومن الواضح من الصورة مصغرة كأنهم داخلين بالسجن أو مغامرة معينة خلونا ننتظر الفيديو اللي حينزل اليوم الساعة بثمانية أما اليوتيوبر الثاني فهو محمد مار فمحمد نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي حمس الناس واللي مقطع حينزل الساعة بالأربعة اليوم على قناة الجلادين ومن الواضح من الصورة مصغرة أنه الفريق كله مجتمع بالمقطع فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات المينو متحمسين للمقطعها أكثر الخبر الثالث اللي عدنا عن برهوم المعراوي وليش هو مكتئب وحزين فبرهوم نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي من الواضح منه أنه حزين ولي كاتب عليه آسف على اختفاء اليوم تعبان كثير بس إن شاء الله بكرة برجاء أحسن بعدها نزل هذا الستوري اللي واحد من المتابعين شاندي يقول له أنه واضح عليك أنه أنت كل شيء مضايق وعندك مشاكل ولكن متر يتظهر على الناس على مدى يقولون نستعطاف إن شاء الله يكون ماكو شيئا حبايب وإلا يفرجها على الجميع وأكيد يا برهوم منتظرين العودة والحماس المعتاد الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد النشيط ونزول أغنيته الجديدة فالأغني نزلت بعنوان بلاي ستيشن طبعا أحمد النشيط هو نفسا اللي يستوي الوثاقي مع الأنس وأصاله فباللسبة الأشخاص اللي إلى الآن ما سمعوا الأغنية يروحون يسمعوها ولا أشخاص اللي يسمعوا الأغنية يكتبونا تقييمهم إلا في الكومنتات وبس والله لنفسا نحاة المقطع أتمنى المقطع جاوكم لا تنسوا وتحطوه لاك تشتركوا بالقناة تشاني يكون فائد زي مقاطع مملكة القصص وبس مع السلامة